اشتركوا في القناة كيف الشخص اذا صار عنده عطل بالبيت كيف لازم يتصرف وشو هي الخطوات اللي لازم يساوية وتأمين جدا مهم انا شارح عنه سابقا من فترة تقريبا شهر ونص انطفت عنه الكهرباء بالمطبخ فقد لا غيري يعني بقيت كهربت البيت شغالة كهربت المطبخ ما عد اشتغلت لا البرائز ولا الاضوية ولا اي شي تواصلت فورا مع الشخص المسؤول عن البيت ومع الهاوس مايستر انه عندي هاي المشكلة وقال لي حابعت لك شخص لا يفحصه واجا اول شخص اللي هو الهاوس مايستر العادي واكيد ما حيعرف فيه هاي القصة لانه هي قصة تخصصية بالكهرباء وبعد ما فحصها اللي تواصل مع الشركة مع الادارة حتى يبعتوا لك فني شوف شو هي المشكلة وكانت القصة بداية رمضان فكانت كتير صعبة عنا انه نحنا ما عنا كهرباء بالمطبخ يعني البيت فعليا هو 75% منه المطبخ اول اسبوع وثاني اسبوع وما صار اي شي على قولة اليوم وبكرة اليوم وبكرة وكل ما نتواصل معه يقولنا انا حكيت شركة وهي الشركة لازم اليوم تخبركن وعدوني انه لازم اليوم يجو فانا بعد ما قريت بقلب الانترنت انه شو لازم الشخص انه يتصرف بهاي الحالة فطلع معي لحد الاربتعشر يوم يحق للشخص ان كان بريفات او يحق للشركة انه تتأخر هي ما في اي مشكلة خلال الاربتعشر يوم شو ما كان العطل بداخل المنزل هذا الحكي العام على النات طبعا في حالات استثنائية بعد الاربتعشر يوم انت عندك حلين الحل الاول اما انك انت تتجه على المحامي فورا انا هذا الشي اللي عملته هنحكي عنه لاحقا الحل الثاني انك انت تجيب شخص يحل المشكلة مثلا لو كانت انا مشكلتي مشكلة الكهرباء اروح على الشركة ويجيب شخص يحل المشكلة والرشنون اللي بيجيني من هاي الشركة او من الشخص اللي صلح لي الكهرباء بمسكو انا وبعطيه للشركة بهذه الحالة الشركة اما بتدفعه بشكل كامل او مثلا فيك انك انت تخصم مبلغ او نسبة معينة من الكالت ميتر كل شهر ليش من الكالت ميتر لانه الكالت ميتر هي الاساسي تبع الاجار مشان ما يجوا بنهاية السنة يدولك انت خصمت من ويلا بتعال تفع زيادة فلازم انت تحدد انك خصمت من الكالت ميتر هلا هي الخطوة انا ما كتير بنصح فيها لانه ممكن يكون الشركة تقول لك انا عملت اوفتراك لشركة مثلا تقول لك انا عملت اوفتراك لشخص فني مشان يجي يصلح لك هاي الشغلة وبعد ما انت مثلا جبت هذا الشخص اجت الشركة اللي لازم تصلح فبهي الحالة ممكن يحطوها حجة انه هن كانوا طالبين فني بشكل رسمي او شغفتلش ويقولوا لك هاي التكاليف لازم وانت تتحمله انا اللي اللي عملته انا حكينا هلا عن اول مكلش قايت انا اللي عملته انه اتجهت على محامي فورا بعد الاسبوع الثالث انا الاسبوع الثالث مر على اساس انه وعدني اكيل حيجي وما اجه فورا اترحت عند محامي وهذا المحامي هو ارفق لهم او بعد رسالة انه معكم لهذا التاريخ المحدد اذا ما تصلحت مشكلة الكهرباء بالبيت فيحق للمؤجر اللي هو انا انه ينسحب او يخصم نسبة معينة وهي 60% من الكالكميتر برجع بكرم من الكالكميتر ولازم قال لي المحامي لما تحول المبلغ اذا ما تصلح لحد هذا التاريخ وهي فعلا ما تصلحت لبعد التاريخ اللي هو قاله ففورا تواصل معي المحامي باخر يوم قال لي اذا ما اجو اليوم ففورا بتخصم 60% واهم شي انك تكتب بالأوبافايزونج انه كما اخبركم المحامي مثلا ميندوغونج 60% من الكالكميتر هلا هاي الخطوة هي الافضل انك انت تساوية انك تروح لعند محامي افضل ما انك انت لحالك تجيب شخص ويصلح هلا في اشخاص او اكيد عم يتبادل على زهر لكم سؤال انه طيب تكاليف المحامي مين هي اللي حيدفعه بشكل عام تكاليف المحامي في احدى الطريقتين لالهم اما انك انت بيكون عندك تأمين محامي بس لازم يكون ضامن الزوايا ضامن الزوايا ضامن الزوايا ضامن يا مرحومين البي الاختصاصي اللي انت مقدم عليه مثلا هو فيه اربعة اقصام السكان المؤجرين الشغل البريفات كمان شي لسواة وما لسواة فلازم انه هو يكون الشي اللي انت عامل عليه التأمين يكون بخص هذا الشي فانا عامل التأمين باربع جوانب اي صح كلمة جوانب باربع جوانب فبهالحالة انت بتروح لعند المحامي الاريستبراتو مدفوعة على حسب الشركة اللي انت عام عامل عندها وهنا بيتفعله لهذا المحامي اذا انت ما عندك تأمين المحامي بهذه الحالة بتتفق بينك وبين المحامي قداش هالقضية ممكن تكلفك هي ممكن مثلا بانا مثل قسطين حالت هي بعبارة عن بريف واحد هو بعثه فهو ممكن ياخده سبعين او ميت يورو على حسب انت المحامي اللي رايح لعنده بشكل عام بتوصيف الفيديو موجود رابط كامل انا شارحها عنه ريشت شوتس بشكل كامل وهذا انا برأي من اهم التأمينات الموجودة بالمانيا لانه بالمانيا بتكون قاعد بامان الله بتجغم ايجاك بريد ايجاك مخالفة ايجاك شغلة انت عاملة وما لك حاططة بالحسبان فبتعتاز محامي وكتير اسمعنا اساس مثلا انا صديق صديق لي صار معه مشكلة بالبيت وكان الحق معه وعين محامي وللأسف خصي القضية ما انه الحمعه ودفع الفينيور لو كان هو عنده تأمين المحامي ما كان دفع هذا المبلغ تأمين المحامي بتوصيل الفيديو وتلاقوا الرابط هيك بالحالة بكو انا حكيت عن الشي اللي انا او التجربة اللي انا عشتها وحكيت كمان شو هي الطرق اللي لازم انت تساوية اذا تأخر عندك المؤجر او تأخلت الشركة بتصليح الشي اللي عندك ياه لا تنسوا لحد الاربع عشر يوم على حسب القانون اللي انا قريته يعتبر عادي بعد اربع عشر يوم بتقدر انك انت تتحرك بشكل قانوني ان كان لحالك او عن طريق محامي ان شاء الله بهذا الفيديو قدرتوا تستفادوا شوي من المعلومات البسيطة اللي طرحتها من خلاله ان شاء الله تضلوا بكل صحة وعافية ديروا بالكوان لبعض وراد زعلوا بعض وحبوا بعض شوفكم بالفيديوهات القادمة وان شاء الله ان شاء الله هحاول اني نزل فيديوهات بشكل دائما يوم اي يوم لا وكمان فيه سلسلة بسيطة انا بلشت فيها وحكملها اللي هي جمال المانية قصيرة ان شاء الله حكمل فيها باذن الله بس هي هي الفترة شوي صعبة ديروا بالكوان الوعد وهلا حلكون السلام عليكم اشتركوا في القناة